هذا جواب جميل جاء تلميذ إلى أستاذه هذا جوابي على هذا السؤال جاء تلميذ إلى أستاذه فقال يا سيدي علمني كيف أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤيائي ما بتصليش على النبي معقول صلى الله عليه وسلم اللي عاوز بقى اللي عاوز يرى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية ينتبه لجواب الآن ويركز أو معايا جاء تلميذ إلى أستاذه فقال يا سيدي علمني كيف أرى حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤياي يا الله اللهم لا تحرمنا يا رب اللهم لا تحرمنا بحبنا له وانقصرت أعمالنا خل بالحضرتك من الجواب أنه في غيث الأهمية فقال له أستاذه تريد أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياك قال نعم يا سيدي قال إذن أنت الليلة مدعو للعشاء عندي إلا لا تتعش عندي قال له كمان ما شاء الله مكسب ورزق وبركة فذهب التلميذ لأستاذه لأستاذه المربي المعلم فأحضر الأستاذ المبارك العشاء لتلميذه وأكثر فيه الملح والموالح ومنع عنه الماء خل بالحضرتك كبطر بقى المخللات والملح وما فيش مية تلميذ يأكل كل حاضر يا سيدي طب عطشان لا ممنوع المية قال عطشان يا سيدي عاوز أشرب لا ما فيش مية حاضر كل حاضر طب علمني يا سيدي قال لا مش دلوقتي لن أعلمك الآن إمتى لا نمي الآن وقبل الفجر سأوقذك إن شاء الله تعالى لأعلمك كيف ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤياك جميل نام التلميذ وهو في غاية الشوق لهذا الدرس الجميل الرقراق هيشوف النبي عليه الصلاة والسلام بس عاوز يتعلم إزاي فنام التلميذ وقبل الفجر أيقظه أستاذه تعالى يا ولدي علمني يا سيدي قال له لا استنى قبل ما علمك هل رأيت الليلة شيئا في نومك أيها رأيت قال أستاذه وماذا رأيت قال يا سيدي رأيت السماء تنطر ورأيت الأنهار تجري ورأيت بحارا تسير بينا دي آه ما هنهم إيه عطشان والجعان بيحلم بسوق العيش بلاش بسوق دي ربنا يكفينا وياكم شر السوق لا بسوق العيش يعني بسوق الخبز العيش دي كلمة مصرية عندنا أنا بقى أخاطب الأمة الآن فالجعان بيحلم بالخبز بسوق الخبز أسأل الله أن يفرج كرب كل مكروب وأن يوسع أرزاقنا وأن يرفع عن بلاد المسلمين الغلاء والوباء والبلاء إنه لي ذلك والقدر عليه فهو نيم عطشا جدا فبيحلم بمي نزل من السماء ومي بتجري في الأنهار ومي بتجري في البحار هو كده فبقول له رأيت الأمطار تنطر ورأيت الأنهار تجري بينادي ورأيت البحار تسير بينادي اسمع فقال له أستاذه المربي نعم يا بني صدقت صدقت وصدقت نيتك الله وصدقت نيتك فصدقت رؤيتك ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يسامحك يا شيخ محمد هو ذا الجواب آه هو ذا الجواب ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله أنا عاوز أسأل حضرتك سواء الخل بالك أنت متصور أنا سمعت هذه الكلمة حقيقة من أخي فاضل أسأل الله أن يكرمه وأن يبارك فيه رجل مسؤول ما شاء الله يعني عاقل أسأل الله أن يحفظه بحفظه وأن يبارك له في أولاده وفي أهله بيقول لي هل معقول يا شيخ محمد النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في الرؤية لواحد بيأكل حرام لواحد عينيه تنظر إلى الحرام لواحد لسانه بيكذب لواحد غشاش لواحد مرابي لواحد مرائي لواحد منافق معقول النبي يأتي لهذا لا 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 والله والله لا يأتي إلا لأحبابه والله لا يأتي النبي إلا لأحبابه ما أخلي بالك منهم من يذهب لزيارة النبي ومنهم من يأتي النبي لزيارته الله أكبر منهم من يذهب لزيارة النبي ومنهم من يأتي النبي لزيارته فكرمنا قصة للسيدة الفاضلة الأم هي الآن بين هذه ربيها أسأل الله أن أرحمها رحمة واسعة الأم الفاضلة الغالية اللي بعثت لابنها أنا قلتها وبحب أقولها معلش اسمعوا مني تاني وتالت وتلاتين الأم بعثت لابنها في درسي في المنصورة وقال لي يا شيخ معلش سمحني أنا مكلف بكلمة أن ألهالك كده بنصها فتولي تفضل أقولي يا حبيبي قال لي أمي أمه يعني قالت له وروح لمحمد حسان وقل له يا محمد حسان أمي منتظرك تجد زرها اللالات فتولي تفضل اركب وذهبنا إلى قرية متواضعة جدا وإلى بيت مبني بالطوب اللبن طوب الني بيت فقير متواضع امرأة تجاوزت السبعين من عمرها ما شاء الله لا تغفل هقول لحضرتك مش دقيقة لا ثانية لا يعني بقى أخذ كمان كلام الدكتور أحمد زويل ثمت ثانية والله لا تغفل أبدا عن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغفل عن الصلاة على النبي أبدا تنظر إليك وترحد بك ثم تدخل في الصلاة على رسول الله وتغيب في الصلاة على رسول الله ثم تلقوا هكذا يعني شعرت بضآلة شديدة وحقارة شديدة جدا تجيو إلى جوار هذه الأم الغالية الفاضلة سبحان الله فأنا بقول لها يا أمي انت بعتلي وانا جيت قليلي بقى ايه اللي تعبك وانا ان شاء الله باوعدك الأسبوع القادم اجيب أخي من إخواننا الأطباء في التخصص اللي حضرتك عوزاه يكشف عليك وانت هنا فنظرت كده وابتسمت ابتسمة جميلة فوق السبعين سنة وقالت لي يا ابني يا ابني انا عرف دائي ودوائي انا عرف دائي ودوائي فقلت لها والله تقولي لي قالت لي يا ابن أصل سيدنا النبي ما جالش في الرؤية بقاله تلت ليالي يا الله قلت لها ما جالكيش بقاله تلت ليالي هو بيجيلك كل ليلة قالت والله لو فات ليلة ما شفته أمرض فانا بقالي تلت ليالي مريضة ما شفتش النبي صلى الله عليه وآله وسلم انت بقلك كم سنة ما شفتوش وانت بقلك كم سنة ما شفتيش النبي عليه الصلاة والسلام القضاء يا أخواننا احنا بكشين كبار ما عليش سامحونا احنا بكشين كبار ويقولك احنا بتوعي النبي يا جادع واحنا حبيبي النبي واللي يحب النبي زو هي عربية ترمس مش عربية لب ده محبة صادقة والذي يعلم الصادقة من الكاذب وهو الملك الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ده المحبة ده مضوع كبير ده المحبة دي شاطر العبودية ده حب ذل كمال الحب مع كمال الذل هذه عبودية ومحبتنا لرسول الله إنما هي محبة تابعة لمحبتنا لربنا جل وعلا فالمحبة ده مضوع كبير ده متصور أما قلت لحضرتك صدقت نيتك فصدقت رؤيتك ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله متصور من دي كلمة سهلة تب بس حقق أنت المحبة حقق أنت المحبة يا أختاه ويا أماه وورب الكعبة ستسعدين بالنظر إلى وجه الحبيب رسول الله فهو القائل من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل به اسمع الرواية ثاني من رآني في المنام يا سلام نعمة والله من أعظم النعم ومن أجل النعم من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل به صلى الله وسلم وبرك على الحبيب عرفت الجواب وعرفت أنت والد الفاضل وأخي الغالي وابن الحبيب هل عرفتم الجواب كيف نرى حبيب الله وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاتباع والمحبة كلمتين عشان ما تنساش وما كترش عليك الاتباع والمحبة الاتباع والاتباع ثمرة المحبة الاتباع ثمرة الحب من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة أنه وفاء لا لا تاني يا مولانا تاني ما ترحكش علينا كلمتين دول تاني آه لأن دول أصول طب يسمع تاني بس أنا زعلان لأن معقول تسمع الجوابك عن النبي بالكافية دي وما تصليش على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المحب الصادق من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء صلى الله على حبيب قلبي صلى الله على حبيب قلبي صلى الله على حبيب قلبي وروح رسول الله اللهم لا تحرمنا من رؤيته في دنيانا ولا تحرمنا من صحبته في أخرانا ولا تحرمنا صحبته في الفردوس الأعلى بحبنا له وإن قصرت أعمالنا يا أرحم الراحمين روى البخاري ومسلم من حديث أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة فقال الحبيب وماذا أعددت لها أنت عملت لي للساعة قال ما أعددت لها كثير عمل إلا أني أحب الله ورسوله الله أكبر والله يا رسول الله ما فيش عمل كثير والله ما أعددت لها كثير عمل غير أني أحب الله ورسوله فقال الحبيب المرء مع من أحب مش بقول لحضرتك المحبة مش